تعز مدينة نعم المدينة سقها الصبح نسبته ولنا سقها الصبح نسبته ولنا مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى حلقة أسبوعية جديدة من برنامجكم الحالمة وفيه نصلط الضوء على العديد من القضايا والموضوعات التي تهم مشارف تعز نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمختصين لنستمع إلى ردود وإضاحة بشأنها نجول أسواق المدينة لنتعرف على نشاط الحركة فيها وكيف يقضي الناس حوائجهم كما سنتوقف إياكم على بصمات لإحدى الطالبات التي تستعد للمشاركة في مواجهة الوباء فأهلا بكم تشاهدون في هذه الحلقة تجار تعز يشكون احتجاز نقاط أمنية تابعة للانتقال لشاحنات نقل البضائع وتخوفات من نقص التموين في الغذاء مع إجراءات مواجهة كورونا إقبال كبير على محلات بيع البهارات في تعز وربات بيوت الحوائج سر نكهة والمذاق الشهي في موائد الشهر الكريم منار علوان من طالبة في الصيدلة إلى متطوعة تتدرب للتوعية بالوقاية من كورونا مشاهدين يشكل عديد من تجار تعز من ابتزاز وتعسفات تقوم بها نقاط أمنية تابعة للانتقال المدعوم من الإمارات على مداخل عدن وتتلخص في فرض إتاوات واحتجاز شاحنات نقل البضائع إلى المحافظة ويبضي الكثير تخوفه من أن يؤدي مثل هذا الإجراء غير القانوني أو المبرر إلى تداعية في الجانب الاقتصادي والإنساني وأهمها في التأثير على مخزون تعز التموين من المواد الغذائية والاستهلاكية لا سيما وأن المحافظات تستعد لتنفيذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا من هذا المنفذ الجنوبي تعبرون قلات شحن البضائع إلى مدينة تعز وهو المنفذ الوحيد الذي تعتمد عليه المدينة في تموين أسواقها من المواد الغذائية والاستهلاكية في ظل حصار جائر يفرضه الحوثيون على المدينة منذ سنوات ظل المنفذ الذي هو جزء من الطريق الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن بمثابة شريان حياة تتغذى منه المدينة ومنه أيضا تطل على العالم الخارجي غير أن حيوية هذا الطريق تعترضها اليوم مخاطر مع بروز تحديات على مسار الخط تجعل من مسألة الاعتماد عليه على المحك فاستمرار الانتقالي المدعوم إماراتيا في عرقلة حركة التجارة من عدن إلى تعز واحتجاز نقاط أمنية تابعة له على مداخل العاصمة المؤقتة شاحنات نقل بضائع خاصة بتجار تعز يؤثر بشكل مباشر على التموين الغذائي لهذه المحافظة وتدفع بتخوفات السكان بشأن مخزون القوت الضروري لتعز التي ينشط فيها الجميع لمواجهة وباء كورونا نحسن مشاكل في الطرقات نحمل بضاعة من عدن يتم حقز الشاحنات في لقطة الرباط يملع نحن بخروج الموضع الغذائية نهائيا من عدن نقص في داخل اللقطة يوم يومين يسبوع لنا بالعبور نعاود إلى المثل يعني البابور بلا يعمل بالأسبوع ثلاثة ريبات يعمل تلب واحد وفيما أراد مكتب التجارة والصناعة بتعز من خلال اجتماع عقد بالغرفة التجارية إلزام كبار التجار توفير مخزون كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق إضافة إلى خفض أسعار المواد الغذائية كاستجابة للإجراءات الطارئة وجد المكتب نفسه أمام رزنامة من شكاوى التجار الذين طالبوا السلطة المحلية بتحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد حلول لمشاكل حركة النقل المتفاقمة والناتجة عن استمرار التعصفات بحق السائق ومركبات النقل من قبل نقاط أمنية بمحافظة لحج تعيق المحملة من المرور باتجاه تعز وتمنع أخرى من دخول عدن لجلب البضائع إضافة إلى سرعة معالجة بعض الأمور التي يرون فيها تأثيرا مباشرا على التموين الغذائي والاستهلاكي في المحافظة التي يستعد فيها المواطن لاستقبال شهر رمضان المبارك ومواجهة الفيروس الطارئ بتدابير وقائية طبعا بالاكتماع كان معنا منذوب بالسلطة المحلية وطلحنا لهذا الموضوع الموضوع هو الموضوع حق توقيف مشروع زفنة الهيجاد العاب لحدان تأمين الأزمة واثنين بعض التعسفات حق النقاط الرباط طبعا نحن وقهنا رسالة إلى مكتب السلطة المحلية على أساس يتحمل مسؤولية هذا الموضوع ويتحمل مسؤولية الموضوع عدم دخول السيارات واحتجازها ويتفاوضوا مع محافظة لحق ومحافظة عدن باستماح بدخول السيارات لتحميل المنتجات إلى مدرس لأن أغلب المنتجات الأساسية كانت خاصة حق منطقة المخاء وحق تعز محبوظة كلها الآن أفرقوا عن جزء منها والباقي محبوظة في تعز التي يشكو تجارها عرقلة قوات الحزام المدعومة إماراتيا لنشاطهم التجاري عبر احتجاز شاحنات النقل عند مداخل عاصمة المؤقتة يقع ميناء المخى أقدم وأشهر الموانئ في البلاد والذي يمكن أن يطلع في حال تأهيله بدور حيوي ويسهم بشكل كامل في إمداد تعز التي هو جزء منها بكل احتياجات سكانها من الغذاء وغيرها من متطلبات المعيشة لو كانت وجدت منطقة ميناء المخى والمنطقة مفتوحة كان احتلالت المشكلة مسألة الأمن الغذائي في زمن كورونا تعد من الأولويات مع انتهاج كثيرا من الدول سياسة إغلاق المنافذ واتباع طرق الحجر الصحي وفرض حضر التجوال وللوقوف على موضوع التموين الغذائي لمدينة تعز في ظل مواجهة فيروس كورونا نستضيف معنا دكتور عبد القوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز أهلا بك دكتور معنا أهلا وسهلا وفرصة طيبة أن نلتقي مع هذه القناة قناة بقس أهلا هل وقفت السلطة المحلية ولجنة الطوارئ على مسألة تأمين المواد الغذائية للمواطن من خلال معرفة المخزون الاستراتيجي من المواد الاستهلاكية في أسواق تعز بلا شك نعتبر أولوية من أولويات لجنة الطوارئ هي مسألة التوفير الكمية التي تحتاجها تعز لفترة ما لا يقل عن ثلاثة أشهر وضعنا في خطة لجنة الطوارئ من ضرورة توفير مخزون غذائي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى يشمل هذا المخزون الغذائي على كل السلع أي أن كانت هذه السلع التي يحتاجها المواطن لا سيما وأن نتعز محاصرة أيضا ليس من الفيروس كورونا لكن أيضا محاصرة من فيروس الميليشية الحوثية التي هي بالحقيقة محاصرة تعز إلا منفذ واحد وتسعى الآن في ظل هذا الوباء على أن تستكبر حصارها لهذا المنفذ لكن التقار ألقوا بالمسؤولية عليكم كسلطة محلية في ظل شكواهم من عراقل يواجهونها في نقل البضائع من قبل قوات أمنية تابعة للانتقال على مداخل عدن كان لنا لقاء اليوم في الصباح اليوم قبل لقاءنا هذا بساعتين لقاء مع التقار ممثل بغرفة الغرفة التقارية بوجود كل الجهات المعنية وحضور ممثلين عن التقار التجزية والموردين للمواد الغذائية وبعض المنظمات وممثل أيضا في لقنة الطوارئ كانت لقا طيب وقفنا وقفة مع الأخوة التقار عالقنا كل العراقل كل العراقل التي تواجههم والطرحة الصورة أن منظمة الغذاء العالمي هي في هذه المرحلة تمثل نسبة 50% من هي المعنية في توفير الغذاء الغذاء وإستهداف المديرية التاعز سواء في المدينة وخارج المدينة 60% وعليها تقع المسؤولية في خيضية توفير المخزون الغذائي والوقوف مع منظمة والتزم التقار بتوفير المواد الغذائية والسلع هل هذا يعني بناء على رسالة مكتب الصناعة والغرفة التقارية التي طالبت السلطة المحلية بالتواصل مع محافظة عدن ولا حق لي الفرق عن شاحنة البضائع ما الإقراءات التي اتخذت لضمان إنسيابية دخول المواد الغذائية إلى المدينة الإقراءات التي اتخذت طبعا بعد المذكرة لن تأتي لنا المذكرة من الغرفة التقارية والمكتب الصناعة إلا بناء على تكليف منها في لجنة الطوارئ لتشكيل غرفة عمليات في الغرفة التقارية لمراقبة الوضع الغذائي لضبط المخالفات في الأسعار على وضع حزمة من المعايير التي تضمن للتاقر وتضمن للألم السهلة يرعى فيها القيمة الشرائية يرعى فيها الطريق وعورة الطريق يرعى فيها الإيقارات ثم تحدد قائمة في السلاء هل سيشهد المواطن الالتزام بهذه الإقراءات؟ لا شك هناك ضوابط وسيكون في تنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة المعنية سواء كانت إدارة عام شرطة تعهز أيضاً فرع الجهاز الأمن السياسي كلهم سيكون صبهودهم لضبط أيضاً نيابة المخالفات نيابة المخالفات لا حضور تم ضبط عدد من التقار ضبطهم توقيفهم توقيف حلاتهم أخذ ضمانات التزامات الأبور ما شيء في رسالة تطمين للمواطن بعض التقار قالوا بأن هناك مثلاً مخزون لا بأس به من البضائع موجودة في مخازنهم لكن مع قدوم شهر رمضان المبارك واستعدادات لمواجهة فيروس كورونا قد يعجل هذا الأمر من نفاذ هذه الكمية ما الخطوات أو التصورات التي وضعتمها في لجنة الطوالة لمواجهة مثل هذه أشكالية الخطوات العملية تم الإقال يوم مع التقار وقدمنا لها رسالة تطمين وتعاون سلمني فيها على مذكرات مذكرات للجهة المعنية سواء كان عبر الطاحن اللحق الدقيق وما شابه ذلك بتزويدهم بكمية كمية كبيرة تكفي لثلاثة أشهر مذكرات أيضا للإخوة محافظة عدل ولحق في التعاون الكامل وتسهيل كل الإقراءات وعدم توقيف أي شحنات خاصة في تقار وموردي محافظة تعز هذه الشاحنات إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على نقص التموين في تعز وكيف يمكن أن نتصور أو نرى تعز مع وجود حجر صحي لا قدر الله بتزجيل لحالة إصابة بالفيروس في ظل النقص في المواد الأساسية التي هي قوة المواطن بلا شك نحن مدركين لما سيترتب على نفاذ المخزون الغذائي أو المخزون الأدوية سيؤثر علينا تأثير بالغ وخاصة ونحن محاصرين وخاصة ونحن في حصار مطبق علينا ولا يبدلنا إلا لكن نحن اليوم ناشدنا التقار أن يبدأوا وقد بدأوا سابقا على أن يوفروا على أن يوفروا بقدر المستطاع نحن سنصل إلى التزامات مبدئية لهم في قضية توقيف مشروع هيقة العبد المشروع الذي سيعيق على تلك هذا المشروع هل انتهت الجهة الرسمية في صيانته هذا كان من ضمن الخطوات العملية تأجيل هذا المشروع إلى ما بعد رمضان أولا سنعمل جاهيين لسلطة محلية بقهود التجار أنفسهم على إيقاد معالجة سريعة لأحد الملعطفات في هيقة الرول من الأرواد التي يحتاج إلى استكمال أليش كهذا طريقة خطوة مهمة لإكمال صيانة في تسهيل حركة نقل البضائع إلى داخل وهي دخلت ضمن التربين من قبل الحكومة ووزارة الأشغال ولفتة كريمة من دولة رئيس الوزراء وبتابعة الأخ محافظة المحافظة بستردبي سمسال لكن تزامن تزامن المرحلة الثانية مع قدوم شهر رمضان مع هذه الأزمة سنعمل جاهدين على النعمة المذكرة في تأجيل هذا المشروع تأجيل قطع الطريق حتى ما بعد شهر رمضان حتى نضمن تزويد المحافظة بالمخزون الذي سيرتي لثلاثة أشهر وخلالها يتم التلمين إن شاء الله إذن دكتور عبد القوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز شكرا لتواجدك معنا اليوم مرحبا بكم من جديد تنتعش بتاعز حركة البيع والشراف في المحلات الخاصة ببيع البهارات والمكسرات ولعل استعداد كثيرا من الأسر لموائد الشهر الفضيل هو من يدفع ربات البيوت للذهاب إلى أسواق المدينة وشراء حاجياتها من البهارات كثيرة الأسماء متعددة الاستخدام نتابع لعلها من يقف وراء السر في النكهة وجودة المذاق في كل الوجبات الشهية التي تتعدد أطباقها ومسمياتها إنها البهارات والمكسرات الحاجيات التي تحرص كثير من البيوت في تعز على توفيرها في مطابخها وشرائها من الأسواق والمحلات المختصة ببيع هذا النوع من الكماليات استعدادا لتحضير موائد عامرة متميزة في شهر رمضان المبارك البهارات البهارات تحتاجها كل مرأة في البيت لتصنع غذاء لذيذ ويكون طاهي رائع للمرأة فتحتاج المرأة لكل المستزمات الموجودة هنا إقبال كبير على شراء أنواع لا عد لها من البهارات والحوائج الخاصة في تعز وهي الحوائج التي تضاف إلى موائد الطعام والمشروبات الساخنة بهدف إعطائها نكهات خاصة ومداق مميز الإقبال بشكل كبير ما شاء الله على شربة رمضان والدقر والمقروش والدقر العادي ما شاء الله أيضا معنا العدس بأنواعه الأحمر الأسود والكمون بأنواعه السوري والهندي أيضا معنا الزنقبيل الأخضر والزنقبيل المطحون الفلفل بأنواعه تمام المطحون والعادي الثقيل وأيضا كمان الكاري بأنواعه كاري اللحم أو كاري المرأ رمضان هي تنيزك معك المقليات الباقية السنبوسة الطعمي الزلابية الشربة بأنواع الخضار والثاني اللي بالحليل معاك ما شاء الله جميع الأصناف الأخرى اللي هو البهارات مثل الأقصود الكمون الحلبة الحبة السوداء البوز الطيب وأيضا معك الفلفل بأنواعه مثلا السوري وهندي ومشابه معك أيضا الكوركم بأنواعه معك الكوركم اللي هو الكوركم الذكر الكوركم العادي تمام والمطحون والحبوب ومشابه أيضا الحلبة قد تحتاج تعمله شوية حوامض تعمله شوية من هذه البهارات اللي عملنا حق الحلبة تطلق حلوة الليمون الأسواد هذه ممكن تحتاجها لمرأة للعقدة للكبسة للزربيان تنتشر في سوق الشنيني وهو أحد أقدم أسواق مدينة تعز العديد من المحلات التي تختص ببيع البهارات والمكسرات ومن مبيعاتها البن البلدي الخالص إذ تملك هذه المحلات معامل للتحميص وطحن الحبيبات وهي المحلات التي تجلب أيضا ورق الغار والبسباس العدني والكبزرة المطحونة والليمون الأسود والتمر الهندي الحامض وجوز الهند وغيرها من الأنواع البن بأنواعه زي البن الصنعاني والحمادي وهما شابه أوكي والبن أيضا الخارج اللي هو سبنه الهررية تمام موجود معنا الحمد لله متوفر الزنقبي للقهوة حق القهوة موجودة لحاجات الزنقبي للمكسرات الحمب العزيز أي حاجة موجود ليست البهارات أحدها ما تبيعه أسواق المدينة القديمة إذ تقدم هذه المحلات البقوليات المجففة مثل الفاصلية بأنواعها البيضاء والحمراء وكذلك العدس وحبوب القمحة الذي يستخدم في تحضير الشربة بعد طحنه وحبوب اليقطين أو ما يسمى محليا بالتجر وجميعها منتوجات من البيئة الزراعية اليمنية وفيها قيمة غذائية عالية بعض من الطلاب لزموا منازلهم مع إعلان الجامعات والمؤسسات التعليمية منح طلابها إجازة استثنائية في ظل جائحة وباء كورونا غير أن الطالب في المستوى الثاني بكلية الصيدلة منار علوان ومن سار على نهجها أصروا على أن يكون لهم دور في مواجهة الفيروس بدلا من المكوث في المنزل في الفقرة التالية نصلت الضوء على اهتمام منار بدورات التوعية على أمن مشاركتها بتوعية مجتمعها من مخاطر هذا الفيروس وكأنها قد ألقت بالفراغ الحاصل عن توقف الدراسة خلف ظهرنيها حين قررت الطالب الجامعية منار علوان التي تدرس الصيدلة في أحد الجامعات بتعز استغلال إجازتها الإجبارية وأقبلت على هذا المكان للالتحاق بدورات مهمة بغرض الاستزادة والحصول على المعلومة النافعة في زمن وباء كورونا وهي المعلومة التي تبنى في الأساس على أقوال الأطباء المختصين بما يساعدها على اتباع السبول الناجعة لوقاية نفسها وتوعية مجتمعها في تعز الهدف طبعا متواجدنا هنا زي ما قد تابقا أنه في محاولة لتوقيه القهود الشبابية داخل تعز أخذنا الكشاف المرشدات جمعناهم مع بعض بهدف التوعية لمواقهة فيروس كورونا كوفيد 19 تشارك منار التي تحرص على تدوين كل معلومة يقولها المدرب المختص في معالجة ومواجهة فيروس كورونا ألفين شاب وشابة يمثلون مفوضية الكشافة والمرشدات والجامعات الأهلية والجامعية والأندياء الرياضية في هذه الدورات التوعوية التي تتوزع في أكثر من مكان بتعز المادة التدريبية التي أخذناها هنا نحاول قدر الإمكان أن نوصلها زي ما قلت لأكبر شريحة من الناس في المجتمع كيف يواجه الشباب هذا المرض الجان أيحة هذه الإفتاحة العالم كيف الشباب يواجه هذه الظاهرة من خلال أن يقوم بدوره في التوعية أولا وثانيا بتقديم المعلومات والقدمة العامة التي يقدمها للمجتمع تقول منار إن معلومات ومفاهيم خاطئة تم تصححها من قبل المدرب وهو ما ستعمل عليه خلال حملات التوعية المجتمعية التي ستقوم بها مع فريقها من أهم الأشياء التي حستني استفتت منها شخصيا موضوع مثلين حكاة استخدامة الكمامات أنه يفترض أن لا تستخدم بأكثر من مرات تستخدم لساعات معينة نحن عندنا في أفكار مغلوطة أنه مثلا بيأخذ الكمامة بيستخدمها ل 12 ساعة أو يوم أو يومين يأخذ المدربون في هذه الدورات خصوصيات تعز بعين الاعتبار وتتطرق شروحاتهم إلى عادات وتقاليد مجتمعيات تتضمن بعض المفاهيم الخاطئة عن وسائل وأساليب الوقاية من هذا الفيروس المعدي مع التأكيد على ضرورة تغييرها من خلال تقديم معلومات علمية وطبية أهم الأشياء التي ركزنا عليها هي التعريف بشكل عام عن وباء كورونا وما هو وباء كورونا والأعراض وكذا بحيث تكون عندهم خلفية للتوعية أيضا لأنه عندما توعي وأنت ما فيش عندك خلفية صحيحة أو معلومات صحيحة ومضبوطة سيكون هناك أخطاء شائعة في التوعية وفي التفقيف للناس وتعد دورات التوعية واحدة من المبادرات الهاتفة إلى خلق وعي مجتمعي بتعز قادر على التعامل مع الطارئ وتجنب مسببات وناقل العدوى الفيروسية إلى هنا مشاهدين الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختم حلقتنا لهذا الأسبوع على أمل اللقاء في الحلقة المقبلة بمواضيع جديدة ومتجددة أهدمتم وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر